بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله يعني نتواصل مع بعض من خلال الوسائل المتاحة نستكمل إن شاء الله حسب امتداد الظروف ديت بإذن الله نستكمل حصص تمرين كورس الكبار المعدنية الإسبوع ده ملف الحصة ديت يعني حيبقى وصلكم اتأخر شيء في آخر الأسبوع لكن بإذن الله حنحاول من الأسبوع القادمة نفق أول الأسبوع باستمرار يبقى الملف نازل عندكم حصة لكل أسبوع الحصة بتاعتها أيضا بالنسبة لي التواصل حيبقى معنا سواء من خلال جوجل كلاسروم أو مع المعدين بأي وسيلة التواصل والتمرين طبعا مهم أنكم تعملوها لإننا حيبقى في الغالب أعمال السنة على التمرين وحيبقى فيه أيضا وسيلة العمل الإختبارات ولكن فيه احتمال كبير أن الميت ترم ما يتعملش السنة دي لسه مش مؤكد فنرجو إن شاء الله أن نتكيف مع بعض في الظروف ديت ومهمتنا أنكم تفهموا المادة كويس وأنكم سواء من المحاضرات أو من حصة التمرين وإحنا طبعا أي وسيلة التواصل إحنا مرحبين بيها أي استفسارات أي أسئلة أي مساعدة تحتاجوها رائبة فيه تواصل مستمر بنا بإذن الله تعالى حنبدأ إن شاء الله المفروض النهاردة الحصة بتاعة الإسبوع السادس وهي تكلم على الديزاين للمينجردر وزي ما قلت معاكم في الساكاشن إن دي أهم حاجة في الكورس السنة دي وهي سهلة بسيطة ونفعاش مشكلة المفروض كان الإسبوع ده بتسلموا الويب بليت ديزاين على أساس إن هو تشرح في المحاضرة وكننا حنشرح في السيكشن الفلانج بليت والتشيكو في ستريس على المينجردر حنبدأ برضو مراجعة على الويب بليت ونكمل بعد كده في الفلانج بليت بإذن الله الويب بليت ديزاين فيه تلاتة برامترز مهمين عندنا جدا الويب بليت دايمينشن دي ويب وتي ويب ودول حنعمل استيميشن ديوم حنشوف إزاي دلوقتي ثم برامتر جديد دي وان وده مسافة بتوين الفيرتكال استيفنر بنضيف استيفنر على الويب بليت انتم عرفتم من المحاضرات طبعا ان المشكلة في الويب بالابعاد الكبيرة ممكن الدبث يوصل لتلاتة واربعة متر واكثر مشكلة باكلنج طبعا لوكل باكلنج ممكن يحصل ديوتو مومن ديوتو شير ديوتو بيرنج فبيبقى فيه الوسيلة الناجعة في هذا إضافة استيفنرز سواء كانت فيرتكال استيفنرز أو هريزونتل استيفنرز فالبرامتر المهم معنا بنحدده دلوقتي عشان خاطر اللي تشكل اللي هنعمله بعد كده اللي هي المسافة بتوين الفيرتكال استيفنرز خلايا نبدأ خطوة خطوة من الأول الديويب أو الدي دابلي فيه عندنا معادلة وتم استنتاجها وأعتقد في المحاضرة الدكتور شريف شرح بالتفصيل استنتاج المعادلة ديت دي دابليو بتساوي من 0.25 إلى 0.3 ده رنج موجود معايا مضروبة فيه الجزر التكعيبي اللي احنا قريدي حسبنا اما بلكده المومنت على المينجردر وحسبنا الشير طبعا بناخد المومنت هنا بوحداته تانميتر المعادلة دي اهم مما فيها الوحدات الحقيقة FB القلاو بالسترس بنفرده في الأول 0.58 F field وإحنا شغالين المينجردر على ستيل 52 يبقى F field 3.6 تانم سنتيمتر سكوير ويبقى القلاو بالسترس بيساوي 2.1 تانم سنتيمتر سكوير المعادلة دي تديني الدبت للويب بليت بالمتر يبقى الوحدات عندي الدبت حيطلع بالمتر المومنت تانم ميتر اللي سترس تانم سنتيمتر سكوير جبت دي ويب تاني خطوة هايز اجيب دي وان بنوزع دي وان اللي هي بنسميها اللي هي المسافة دي وان بنحط الورتكال سفنر ات ده شبيه بالكريبلنج اللي دراستو السنة اللي فاتت في الكورنر كورنيكشن بين الكومبريشن فلانج للكاميرا وبين العمود كان ممكن يحصل تضغط على العمود وبتعمل كريبلنج وكنا بندرس اذا كانت محتاجة هورزونتا للسفنر تضيفها او لا اذا كان الوود يتحمل او لا هنا الحقيقة مع كل كونسنتريت الوود بنحط كباري طبعا وزي ما شفتو كروس جردر طلع شكلها ايه الاحمال اللي عليها فهنا مش مش هنتظر اعمل تشيك على الوب بليت ودود ستيفنر لا اي كونسنتريت الوود موجود على المين جردر لازم حط عنده على طول كونسنتريت الوود سيجي لمنين from each كروس جردر from each كروس فريم أو كروس حاجة شبيهة بالفيرتكال بريسنج اللي خدتوه في سنة ثالثة في المصانع بيبقى موجود في بعض الكباري كروس بريسنج في بداية الكبري وفي اخر الكبري وفي الداخل بيبقى في بعض الاماكن حندرس ها بالتفصيل اكثر لما نجي ندخل على المختلف اللي موجود في الكباري ان شاء الله احنا عندنا دلوقتي في كروس جيردر يبقى حط في كروس جيردر ريكماند ايضا ان المسافة دي وان على دي دابلي تساوي من 0.75 to 1.25 يعني في علاقة شوية او تقارب شوية بتوين دي وان وال دي ويب فاذا كان عندي مثلا حطيت انا عند كل كروس جيردر ناخد مثال لو كان دي دابلي عندي 3 متر وكانت المسافة بين كروس جيردر 5 متر يبقى لو حطيت انا ستيفنر عند كل كروس جيردر يبقى المسافة 5 متر دي وان هتساوي 5 متر 5 متر كبيرة بالنسبة لل دي وب اللي هو 3 متر فحط تاني in between يبقى عند كل كروس جيردر في الحالة دي تبقى دي بتساوي 2 متر ونص تمام لو انا عندي المسافة بين الكروس جيردر 3 متر ونص خلاص هخط عند كل كروس جيردر 3 متر ونص ودي وب 3 متر متقربة من بعض يبقى كده كويس مش هحتاج تاني in between يبقى انا تاني الاخص مسافة between vertical stifner vertical stifner اذا كانت المسافة كبيرة with respect to dw برجع احط in between يعني احط في نص المسافة بين الكروس جيردر تكملة dimensions TW اللي هي thickness of web plate thickness of web plate عندي الحقيقة two figures ممكن اخدهم من المعادلتين اللي قدام دول اول معادلة دي معادلة practical range اللي بيستخدم الحقيقة ان T-Web بتساوي D-Web على range من 150 وده practical use طبعا هنا بميل دايما افضل التخانة القليلة لان الweb بعمل تشك بعد كده طبعا اي تخانة بفترضها او اي تخانة بختارها من الاول بعمل تشك عليها لكن احنا دايما الoptimum design ان انا اخد التخانة الصغيرة في الweb plate ففي الرنج ده اخد الD-Web على 150 واحيانا ممكن اقل شوية المعادلة التانية هي بتديني figure ما بستخدمهاش لانها زي ما هم مكتوب كده قدامها use for unstevened web المعادلة دي T-Web أو TW تربيع بتساوي Q على 41.65 جزر F-Field Q طبعا الماكس ممشير اللي انت حسابته على المين جردر والF-Field 100 سنتيمتر سكوير جزر التربيع F-Field وهنا تديني التخانة required اللي انا محتاجها لو ما كانش فيه stifner طبعا دي كاس مش موجودة عندي actually أو نادرا لما تكون موجودة طب انا بحسبها لإيه بحسبها بتديني اكبر تخانة ممكن احتاجها لو ما فيش stifner يبقى just بتديني figure بالنسبية لي انا عارف بقول مثلا المعادلة الاونية داتني التخانة الوب من 2 ل2 ونص سنت المعادلة التانية بتقول ان اكبر تخانة ووب 3 سنت خلاص ببعندي figure just for my knowledge ان انا عندي ان T-Web الماكس ممليها اللي هحتاج ولو ما فيش stifner زي كده يو مزيدش عنها طبعا اول حاجة بنعملها في الوب بعد محدد ال dimensions DW و T-Web بعمل check of buckling due to share ايه الخطوات قدامنا وخطوات سهلة جدا وبسيطة اول حاجة بحسب برامتر اسمه alpha اللي هو plate aspect ratio بيساوي الـ D-Web ومقلب هاش معكس هاش في البعض انا برضو بحب دايما وانا بتكلم ان انا انوه الى الاخطاء اللي احيانا البعض الطلبة بيقعوا فيها يبقى alpha بتساوي الـ D-Web plate aspect ratio بحسب بعدها الـ KQ وده برامتر تاني اسمه plate buckling factor من alpha كل خطوة بتعتمد على الخطوة اللي قبلها الـ KQ بتساوي 5.34 زائد 4 على alpha square ده في حالة ان alpha اكبر من او تساوي 1 او بتساوي 4 زائد 5.34 على alpha square في حالة ان alpha اقل من او تساوي 1 وعلامة تساوي في الاثنين يعني لو كانت alpha بتساوي واحد بالضبط اي معادلة في الاثنين تدي نفس النتيجة من الـ KQ بنزل احسب Q critical بتساوي 1898 KQ مقسومة على D-Web على T-Web كل تربيع وطبعا T-Web وT-Web بلاش يا جماعة الاخطاء في الـ Units يعني ما حطش الـ D بالمتر وT بالصنطي جبت Q critical بحسب بعدها plate cylinderness parameter ده شبيه بل على I في compression members اللي هو cylinderness ratio ده هنا plate cylinderness parameter بيساوي Q yield على Q critical ما تنساش ان احنا بنتكلم شوف العنوان من فوق الباكل دي تو shear ف Q yield ده shear yielding بتساوي انا كاتب لك جنبها where Q yield بتساوي F yield على جزر 3 يعني لو كنت ملي يبقى Q yield بتساوي 3 point 6 على جزر 3 انا نوهت كده بقول حتة كده هنا صغيرة حرجع لها تاني قدام شوية اذا كانت التخانة اقل من 49 ملي F yield 3 point 6 F yield يا جماعة فاي نوع من انواع steel أي grade steel 37 steel 52 yield اللي احنا عارفين 2 point اكبر من 40 ملي F yield بتقل قيمتها حقا ماجي اتكلم على الفلانج ها اكد الموضوع ده تاني يبقى انا عندي لاندا Q اللي هو plate cylinder nice parameter بتساوي Q yield على Q critical لكل تحت الجزر جزر التربيعي للاتنين Q yield هي F yield على جزر 3 وQ critical اللي احنا لسه buckling D2 share Q b اعتمادا على قيمة لاندا Q فيه 3 معادلات اذا كانت لاندا Q اقل من 0.8 يبقى Q B تساوي 0.35 F field yield هؤ اللي governing مفيش عندي buckling D2 share خالص يبقى اخد بالك 0.35 F field اذا كانت لاندا Q اقل من 0.8 طب اذا كانت لاندا Q اكبر من او تساوي 0.2 يبقى Q B بتساوي 0.9 على لاندا Q كل دول مضربين في 0.35 F field يبقى انا جبت ال allowable بالنسبة ل buckling due to share طب ايه actual load عبارة عن average share على الاريا بتاعت الweb Q actual بتساوي Q على T web D web should be less than or اقلل Q actual ازاي بص في المعادلة بتاعتها Q على T web D web ابسط حاجة ان انا ازود تخانة الweb لو زودت تخانة الweb ب Q actual حتى ل طب الناحية التانية الطرف التاني ممكن Q B ازود ها ممكن ال allowable ازود ازا ازا قللت المسافة between D1 بس هنا في الحالة ابدأ الخطوات من اول alpha ابدأ من اول الصفحة فوق تاني فانا مبفضل بالنسبة لكم كامتحانات او كتمارين زود تخانة الweb لكن D1 لو انا من البداية حطتها مثلا كانت المسافة بين الكروس جردر خمسة متر وانا خدتها عند كل كروس جردر كبيرة شوية في الحالة دي ممكن اقلل D1 هخليها 4 متر المسافة بين الكروس جردر خمسة يبقى الارباعة دي هتيجي ازاي انا لازم احط عند كل كروس جردر ثم ايه الفرصة تاني بالنسبة احط كمن فالنص يبقى الخمسة دي الليلها اقسم ها على 2 تبقى عند 2 ونص يبقى انا كده كده معينة اللي هي البرامتر D-Web على T-Web اذا كانت اقل من او تساوي 190 على جزر F-Field ودي معادلة موجودة في الكود وبرضو ممكن تكون يعني في النظري في المحاضرات تكونوا غطيتوا استنتاجها يعني الى حد ما اذا كانت D-Web على T-Web اقل من او تساوي 190 على جزر F-Field يبقى مناش محتاج Longitudinal وحنا نسميها حيحصل بفجار معينة وبفرنج معين بحتاج ان انا حط horizontal or Longitudinal Siphner او مش محتاج فاول حاجة اذا كانت D-Web على T-Web اقل من او تساوي 190 على جزر F-Field لا انا مش محتاج هنا horizontal Siphner الحاجة التانية اذا كانت D-Web على T-Web اكبر من 190 على جزر F-Field ولكنها اقل من او تساوي 320 على جزر F-Field انا هنا محتاج احط صف واحد من horizontal Siphner على مسافة D-Web على 5 من compression F-Lange يعني اللي في الرسم هنا اللي هي الSiphner اللي موجودة فوق انا هنا مرسوم كله مرسوم two line of Siphner لكن مش بالضرورة انا محتاج الاثنين اذا كنت في الخطوة التانية ديت انا هحتاج بس يعني اكبر من 190 على جهاز R-Field واقل من او تساوي 320 على جهاز R-Field في الحالة دي انا محتاج فقط horizontal Siphner على مسافة D-Web على 5 من compression flange مهم جدا انك انت تقول from compression flange لان ده مكانها compression flange بقى لو simple beam تبقى الفلange اللي فوق لو continuous beam وتصمم اللي عنده تبقى compression flange اللي تحت يبقى دي دايما بتبقى trick كده تشوف انت فاهم ولا مش فاهم from compression flange طيب اذا كانت D-Web على T-Web اكبر من 320 على جهاز R-Field لانا هنا محتاج two line of horizontal stiffness محتاج horizontal stiffness على مسافة D-Web على 5 from compression flange ومحتاج stiffness الثانية عند مسافة D-Web على 2 و dimensions والمسافات دي كلها according to code بتاعنا يبقى دا check بسيط جدا بنعمله check buckling due to bending due to moment فيه هنا يعني هنت كده صغيرة بالنسبة احيانا يقول لك مثلا vertical stifner vertical stifner فايدتها اكتر بالنسبة ل buckling due to shear يقول لك طيب هل انت هتحطها على vertical stifner من اول الكبري الاخر من اول الكبري عن حغطي انا عندي shere maximum عندي support لو بكلم ب simple beam عندي maximum shere عندي support ثم بيقلي shere يقلي حد في المنتصف تقريبا صفر ممكن هل محتاج احط vertical stifner بالكامل اولا عشان خطر cross girder انا احط عند كل cross girders لكن لو فرضنا ان فيه كبري مفيش cross girders هل فيه كبري مفيش cross girders اه فيه طبعا ممكن كبري بسيط جدا عبارة عن 2ming girders railway اخف الكبري السكة الحديد 2ming girders والفلن كات فيها على طول ده مفيش cross girders ولا stringer طيب هل vertical stifner ممكن اقول لك محتاجها عند maximum share مسافة صغيرة وبعدين اقف مش محتاج تاني بعد كده اه ممكن طبعا ازاي احسبها من المعادلة اللي عندك ديت احنا قلنا المعادلة دي احنا ذكرناها قبل كده المعادلة دي for honest stifened web يعني التخانة لمطلوبة ودوت stifners من غير vertical stifners طب انا هنا بقى هعمل عملية عكسية انا حلاص صممت وجبت T-web ودبو القصة دي كلها حط بقى في المعادلة دي T-web اللي انت جبتها معلومة وطلع الماكس ممشير اللي ممكن تشيله ودوت vertical stifner يبقى هنا انا هجيب الكيو اللي يقدر يشيلها الوب اللي انت صممته ودوت vertical stifner حديك مثال صغير نفترض ان احنا صممنا القصة اللي فاتت كلها والباك اللي تشيل وسيف نا الكلام دا كله كانت الkey عندي بتساوي 300 ton انا هحط هنا بقى في المعادلة دي اللي هي فرقان stifened web احط T-web اللي انا صممته صممته مثلا T-web 1.8 cm حيطلع لي Q اللي ممكن ان تبقى سيف من غير vertical stifener بتساوي مثلا 150 ton يبقى انا عندي الماكسيمم shear 300 وممكن 150 او اقل طن مش محتاج vertical stifener ارسم الدياجرام بتاع الشير مسلس طالع ونازل عند support وحط علامة عند القيمة اللي طلعلك من المعادلة هنا لو 150 يبقى من 150 دي لحد center ومتمثلة من ناحية الثانية زيها يبقى المسافة دي كلها مسافة انا مش محتاج فيها vertical stifener تمام طيب تعال برضو نفس الفكرة بالنسبة longitudinal stifener stifener او horizontal stifener زمان لتأثر ها على المومنت اكتر وهي المعادلة فعلا مستنتاجة من المومنت لو تفتكر المعادلة اللي احنا قلناها بكده دي وب جزر fbc fbc stifener 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 لما تشيل fbc وتحط 058 ffield هتطلع لك المعادلة دي 190 على جزر ffield اللي احنا استخدمناها قبل كده اللي بتحددلي محتاج horizontal stifener ولا هنا نفس الكلام انا حاطت horizontal stifener على مسافة d وب على 5 من compression في lunch دي عند maximum moment انا هل محتاج استمر من maximum moment في center في نص الكاميرا لو simple beam لحد support لا مش محتاج لحد support طب فين المسافة اللي انا مش محتاج فيها horizontal stifener طلعها من المعادلة دي اطلعها ازاي حط d وب على t وب بتساوي 145 على جزر fbc d وب معلومة وال t وب معلومة طلع لي هنا السترس بيساوي كام fbc بيساوي كام يبحاول لك والله عند سترس بيساوي طلعت مثلا من هنا كمثال طلعت 1.4 ton per centimeter square او 1.5 ton per centimeter square يبحا تقول لي عند سترس في الكاميرا اقل من او يساوي 1.5 انا مش محتاج الهورزون تلستفنر على بعد يوب على 5 طب انا دلوقتي اجيب المكان ده ازاي اعمل السترس ده fbc بتساوي mx على zx fbc امت طلعتها من المعادلة 1.5 ولا 1.6 زي ما تكون والzx بتاع الكطاع بتاع المينجردر عندك موجود يبقى طلعت من هنا المومنت اقل من او تساوي المومنت ده من انتش محتاج الهوريزونتل الستفنر على بعد diوب على 5 يبقى لو رسمت المومنت دياجرام ب scale وعندك ال m معلومة ورسمت البرابولة تعال على الدياجرام ده وقع قيمة المومنت اللي انت جبته هنا يبداني نقطة معينة انزل منه يبقى من النقطة دي لحد support انا مش محتاج هنا الهوريزونتل FBC في الحالة ديت عايز اشوف الديوب على 2 دي استمر بالاستفنر لحد فين طلع من المعادلة دي FBC بتساوي كام وقل FBC بتساوي MX على ZX طلع لي MX هنا هو بتاعت الاستفنر التاني ده هريزونتل الاستفنر التاني هتقول لي والله انا محتاج FBC طلعت هنا مثلا 1.1 تن 1.1 بتساوي MX على ZX يبقى M التانية دي ساميه M2 مثلا بتساوي 1.1 في ZX طلعت المومنت على الدياجرام بتاع المومنت ملسوم تسكيل وقع لي قيمة المومنت ده يبقى المسافة ديت من عند المومنت دوت لحد support انا مش محتاج فيها الهريزونتل الاستفنر التاني يبقى هنت صغيرة ان احنا ممكن نقل امتداد الاستفنر خاصة الهريزونتل طبعا انه قمتلك الvertical كده كده لو في cross جردر احنا حطينا عند كل cross جردر لكن بالنسبة للهريزونتل الاستفنر لا انا ممكن فعلا الهريزونتل الاستفنر ماكملهاش لحد support طبعا القصة بيقى فيها تداخل شوية لو كنت بتكلم عن continuous beam هيبقى فيه منطقة فيها post moment ومنطقة فيها negative moment فهيبقى فيه تداخل فين المومنت بقى مكان الاستفنر فين ليها طبعا شوية حسابات هتبقى دق شوية عشان خطر ماكملش الهريزونتل الاستفنر من الاول الاخر في مناطق المومنت فيها صغير ماناش محتاجها فعلا سواء كانت الهريزونتل الاولى او الهريزونتل الاستفنر التانية كده خلصت الوب بليت عملت تشك على buckling due to shear وعملت تشك على buckling due to moment فيه ناس بتخلص كده وتمشي لا لو سمحت انا ضيف لك هنا خطوة مهمة جدا check of shear stress هتقول لي ما احنا عملنا buckling due to shear فيه فرق بين buckling due to shear وبين shear stress q هنا في shear stress بتسوي q shear force مقسوم على point at five t web d web يعني فرق تي عن q actual اللي هي q على t web d web لأ فرق كبير actual او average shear ده انا قسم q على area وخلاص انا هنا بيديني uniform stress لا ده من الحقيقة مش كده شكل distribution زي ما انت عارف بيبقى فيه كيرف خفيف بيزود لي stress فعليا شوية عن average فالمعادلة الاصلية للشير بتساوي q s على i في b دي بتديني الشير stress مظبوط فعلا بالقيمة بتاعته فقدر اجيب الماكسيمم بتساوي كام التعويض لها انه نقسم على point at five في بعض الناس تقولك point at five عشان المصامير والشير عند support ففي مصامير هناك لا دي مناش علاقة بالمصامير خالص انا بقسم على point at five عشان يزود لي القيمة اللي طلع شوية تبقى مكافئة او مساوية للقيمة الحقيقية لنتجة من معادلة الشير القيوف s على i في بي يبقى دي معادلة الشير ما تنساهاش وطبعا احنا عارفين الشير ان هو اقل من او ساوي point three five field اذا بخصوص ندخل على الفلانج بليت design اول حاجة في الفلانج بليت محتاجة حدد ال dimensions p flange cam و t flange cam ببساطة جدا احنا بنحول المومنت انت عارف طبعا ان الفلانجات الوب جزء من الوب بيشيله جزء من الوب بيشيله فاحنا لو حولنا المومنت ده لtwo forces واحدة تنشن واحدة compression على الفلانج اقسم m على d m على d حولتنا المومنت كاني اسمت على اضراق عزم وحولت الفرص دي لو جيت انت اسمتها على الالاوب الاسترس اداني area required يبقى بص هنا على الترم الاولاني m على d كمان على f b يبقى كنا بيديني area required area دي مش area بتاعت الفلانجات بس لا دي area اللي هتشيل المومنت الarea دي بتمثل الarea بتاعت الفلانج زائد قيمة من الوب تم استنتاجها من اناليسيس بسيط للموضوع ده مش عايزين ندخلك في تفاصيل اكتر يمكن في المحاضرة يكون دكرت يعني بيساوي a-web على 6 يبقى لما قولك ال-m على d f b دي بتتساوي الarea اللي محتاجها عشان شيل المومنت اطرح منها لو سمحت a-web على 6 a-web اللي هي d-web في t-web اللي احنا قريدي جبناها قبل كده يبقى هنا طلعت الarea فلانج لوحدها المطلوبة بتساوي b-flانج في t-flانج لو سمحت المعادلة دي في طلبة للأسف للأسف بيغلطوا في ال-units يحط لك المومنت ميتر ويحط لك الدبت في سنتي والarea وب بساعات مش عارف يحط متر في سنتي ارجوكم يعني الواحد بيبقى حزين لما بيبقى يلاقي طالب يعني حاطة المعادلات ويشتغل وبعد كده اليونت يغلط فيها طلعت بي فلانج في تي فلانج بنفترض واحد فيهم ونجيب التاني فحنا عندنا جايد كده لنا بنفرض البي فلانج من 0.2 0.3 دي ويب يعني لو كان عندك مثلا الدي ويب تلاتة متر يبقى من 0.2 0.3 يعني بنتكلم من 60 سنتي ل 90 سنتي وانت خليك دايما من قبش يعني بلاش توصل للرنج الكبير لانك لوصلت للرنج الكبير لقلنا 90 سنتي الت فلانج هتصغر قوي ممكن اللي تشك اللي بنعمله في الخطوة التانية اللي تحت بقى اللي هو الباكل في الفلانج بليت C على 21 على جاز ريف ممكن تطلع عن سيف فما تخليك دايما في البي الكبيرة لا انا افضل خليك في الصغيرة يعني عندي رنج من 60 ل 90 خطة 60 خطة 70 سنتي يبقى انت كده طلعت بي فلانج انت عندك بي فلانج في فلانج فرضت البي بتساوي كم من ال هات ت فلانج بتساوي كم الخطوة التانية اللي بعدها على طول بعمل تشك على المعادلة دي طبعا مرت علينا كده 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 حتى في رول سيكشن كنا بنعمل تشك عليها رغم انها كان بتبقى سيف بس هنا بلت اب سيكشن بقى انت بتختار البي زي ما انت عايز والتي زي ما انت عايز فممكن ما تتحقق فحنا بنعمل تشك عليها C على T فلانج اقل من 21 على جزر F الفيلد وال C طبعا زي ما انت عارفين لو انا خدت البي فلانج كلها اطرح منها تخانة الويب واطرح منها تخانة لحام يمين وشمال لحام الويب مع الفلانج لحام الويب مع الفلانج تخانته بتكون في حدود 0.70 يعني عندك ممكن اعمل استيميشن لو طرحت T ويب زائد اللحام هتبقى سيف طبعا لو خدت B فلانج على 2 أقل من 1 على جاز ريف يبقى شور لما قل بدل B على 2 هاخد C اللي هي أقل منها شوية يبقى شور هتبقى أقل من 1 عشان لجاز ريف فانت ممكن من البداية بدل ما تقعد تحسب C بالضبط خد B فلانج على حقق المعادلة دي بس لو سمحت ما تزود T فلانج وتسيب B زي ما هي لان حيبقى كده الاريا فلانج اللي حسبتها من الأول بشكل لحد ما دقيق يعني دي معادلة مستنتجة معادلة دقيق لحد ما يعني فما ما تقول مثلا الاريا فلانج بتساوي 100 سنتيمتر سكوير رحت انت واخد B 50 وال T فلانج 2 سنتيمتر طلعت C على T ما تحققت C على T فلانج ما تحققت رحت انت مزود T فلانج ل3 سنتيمتر B 50 زي ما هي يبقى انت كده جبتلي area 150 طب هيحصل ايه هيحصل check of stress بعد كده يطلع economic انا عايز design بتاع يبقى الخطوة اللي بعد كده احنا عملنا دلوقتي ايه جبنا estimation B Flange T Flange وعملنا check على local buckling في Flange plate خطوة اللي بعد هيحصل check of stress check of pending stress FBC تساوي MX ZX في منطقة البساطة اقل من او تساوي FB هنا FB في عندي نقطتين مهمين جدا اولا FB قمتها كامل اللي انتوا في نفس الوقت الاول القيمة اللي انتوا عارفين هي FB بالنسبة ليه طبعا ده هنا تصنيف القطاع احنا ما صنفناه لانه cylinder section احنا قلنا فيه تصنيف للقطاعات فيه compact وفي non compact وفي cylinder cylinder ما خطهوش ولكن cylinder section اللي 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 بالاسترس فيه زي non compact 0.58 F field or F lateral torsion تحسبوها زي ما انتوا عارفين المعادلات اللي انتوا خطوها في سنة ثالثة معتمدة طبعا على ال LU لازم تكون LU معروفة وحنتكلم عليها دلوقتي بعد شوية المعادلة الاولى F lateral torsion buckling 1 بتساوي 800 area flange cb على LU d d d د total ال وي زي د المعادلة د اذا كانت قردي اكبر من 0.58 field محسبش المعادلة التانية مضيعش وقت واعمل خطوتين ثلاثة زيادة وانا مش محتاجهم انا هاخد الصغير من 0.58 field وال F lateral torsion buckling فلو كانت F lateral torsion buckling 1 طلعت اكتر من 0.58 field خلاص ما تحسبش التانية هتاخد الصغير 0.58 field طيب لو كانت اصغر من 0.58 field هنحسب F lateral torsion buckling 2 اللي هي من خلال البرامطر LU على RT بتساوي كام وطلع المعادلة المناسبة لها واحسب F lateral torsion buckling 2 ثم F lateral torsion buckling تساوي الجزر التربيعي F lateral torsion buckling 1 التربيع زائد F lateral torsion buckling 2 تربيع خد الصغير between 0.58 F field F lateral torsion buckling ده اللي احنا عارفين ايه بقى الجديد اللي تضاف وايه curve اللي مرسوم تحت عندي هنا ده ده في حالة ان section عندي MQ ودي طبعا ظهرة معايا لو كان فيه عندي continuous bridge وبتكلم على section عندي support اي intermediate support فيه moment وشير فيه negative moment وفيه شير مع بعض في القطعات في القمر العادي في floor beams في الكباري او حتى في buildings دايما لما يكون عندي فيه moment وشير بنحسب equivalent stress بنعمل check على moment وشير وشير ونعمل check كمان زيادة على equivalent stress اللي هو جزر التربيع الف تربيع زي 3 كي تربيع اقل من 0.1 f بي اذا كانت اكبر من 0.6 بعمل reduction في ال 0.8 0.8 minus 0.36 q actual q b مضروف field تعال بص كده للتوضيح اكتر في الكيرف اللي ما سوم قدامنا ادي فيه عندي المحور الافقي q actual q b طبعا ديت اكبر حاجة ليه هتساوي واحد لان انا مسيف ال design قبل كده يعني q actual ما تزد ش عن q b يبقى بيشاور على 0.58 f field طيب q actual q b اكبر من 0.6 يبدأ بقى يحصل فيه هنا علاقة خطية ويبدأ اللاوبل stress يقل لحد ما اوصل لأ اقل حاجة لو q actual q b 1 0.44 f field تعال كده اطبق في المعادلة اللي فوق دي لو q actual q b 1 1 0.8 minus 0.36 0.44 في field يبقى انت هنا دلوقتي ارجعت انا ادخص المقطة ده بحس بالنورمال stress mx على zx عايز اقرنه لو كان عندي simple beam المومنت الواحد وما فيش شير معاه يبقى بقارن 0.58 field or f l t buckling ايوهما اصغر ده كده في simple beam او في post section لو كان عندي في المومنت الواحد معه الشيء طيب عندي كاميرا في مومنت وشير مع بعض في نفس section يبقى الاول stress بيساوي اعمل check الاول اعمل check q b اكبر من 0.6 احسب f b من المعادلة دات طلعت مثلا 0.52 f field مثلا f b mx على z اقل من 0.59 الاخير عندنا l u دايما تعمل مشاكل عند الطلبة وشوية لخبطة هنا ببساطة هنبسطها جدا في حالة simple bridge simple bridge يعني عندي bending moment tension تحت و compression فوق يبقى flange هيا اللي فوق compression flange فوق عندي حالة من التلاتة دول في الكبار يا اما عليها بلاطة خرصانة يبقى l u بتساوي 0 يا اما زي المثال اللي تحت في horizontal pressing والhorizontal pressing اما given ليك اما ترسمه اعمل estimation ليه واخد بالك ان cross girder اللي مرسومة دي بتبقى element في horizontal pressing في l u في الحالة دي بتساوي panel بتاعت horizontal pressing المسافة بين تقاطع pressing ده مع main girder وفي الحالة التالتة اللي هي على اليمين فوق الحالة التالتة دي اللي انا ما عنديش ولا خرصانة ولا horizontal pressing طبعا ده through bridge وفي traffic ماشي فما اقدرش اعمل horizontal pressing فوق اعمل ايه لو انا سبت compression free هيبلق l u بتساوي ال span بتاعت المين girder كلها وده طبعا استحالة لان هيطلع معايا الاسترس ينخفض جدا والقطاع مش هيسايف مهما كبرت فيه اما الحعمل ايه بنضيف bracket اللي قدامنا ده بقى ده بيجي ملحوم في main girder واثبته برضو بطريقة fixed مع cross girder بحيث يبقى two brackets مع cross girder مع main girder شغالين كأنهم u frame بيسمو u frame يبقى انا المفروض ال bracket ده بثبته مع cross girder كل cross girder ممكن كل cross girder ممكن كل اتنين cross girder depending على المسافة بين cross girder كام يعني المسافة بين ال bracket من 4 6 متر مثلا فلو كان عندي cross girder متوزعة كل 5 متر يبقى عند كل cross girder في bracket طب لو المسافة بين cross girder كل مترين ونص كل 3 متر يبقى احط عند واحدة واسيب واحدة يبقى انا حددت المسافة بين ال bracket النقطة هل تثبتت هوريزونتا لي ما بتتحركش خالص لا ال bracket ما بتثبتهاش 100% بتتحرك حركة بسيطة وبالتالي احنا بنعرف ان هو بيعمل كأنه elastic support في حركة صغيرة ولذلك بناخد ال 1 وربع المسافة بين ال bracket يبقى اقول لك انت وزعت ال bracket ازاي عند كل cross girder cross girder زي مثلا كل 4 متر انت اخدت ال bracket عند كل cross girder يبقى ال u بتساوي 1 وربعة في 4 متر مش في المسافة بين cross girder في المسافة بين brackets تمام يبقى دا في حالة simple bridge و compression flange فوق طب لو بيتكلم على section اللي فيه المومنت فوق section 2 negative moment compression flange تحت تعال بص نقرأ هنا مكتوب ايه اولا for section 1 same as in simple bin section 1 compression فوق بص على flange اللي فوق وشوف ايه اللي مثبتها خرصانة ولا pressing ولا brackets section 1 section 2 section 2 المومنت مقلوب يبقى flange تحت عايزين نبص بقى على lower flange lower flange حاجة من 3 يام فيه wind pressing وتخيل ان فيه تحت horizontal pressing lower wind pressing يبقى l u في الحالة دي هي برضو هشوف المسافة بين pressing points nodes بتاعته يبقى ده لو فيه طيب لو كان فيه عندي through bridge وفيه بلاطة خرصانة تحت يعني عندك cross girder تحت هي مش مرسومة معلش الفجر بتاعتها لو انا عندي through bridge اللي قدامنا ده take bridge الترافيك ماشي فوق لو through bridge والترافيك تحت فيه girder وcross girder فوقها بلاطة خرصانة سواء كان road way او ريل way فيه بلاصة floor فيه برضو بلاطة خرصانة في حالة وجود البلاطة الخرصانة هي مش direct مش direct مثبتة compression flange بلاطة الخرصانة فوق cross اقول لك هي هتسمح بحركة بسيطة لانها بعيدة الخرصانة بعيدة عن compression flange فممكن اقول لك خد المسافة بين cross girder ده conservative شوية يبقى عندي الحالتين اوكي يبقى لو كان عندي فيه horizontal pressing المسافة بين horizontal pressing ده lower flange اذا كان فيه through bridge والخرصانة لتحت وممكن اخد U 0 ممكن خرصانة دي اللي مرسومة قدامنا مفيش خرصانة تحت مفيش pressing تحت يبقى compression flange دي free لا حعمل bracket زي اللي نقبل كده في الحالة اللي فاتت يبقى حعمل bracket ويبقى برضو bracket متوصل او متثبت مع cross girder بوزعه يا اما عنده cross girder فيه bracket يا اما عنده cross girder المختلفة اللي ممكن تقابل اخر حاجة طبعا بعمل check of deflection دي اي بيم اي بيم في design بتاعها بعمل check of stress وبعمل check of deflection يبقى لازم اعمل check of deflection زي ما احنا عارفين المعادلة بتاعتنا من قبل كده 5 W L و 384 E I الملاحظات اللي موجودة هنا اولا limit دلتا لا تزيد عن L على 800 بالنسبة لل railway bridge ولا تزيد عن L على 600 بالنسبة لل roadway bridge ده ينطبق على المينجردر زي ما هو ينطبق على الفلور beams L على 800 وهنا L على 600 النقطة التانية الملحوظة التانية ان انا بحس بال deflection due to life load only خد بالك انا امركز عليها حتقول لي طيب في الريل وي انا عندي الاحمال life load لوحدها اقدر احسب بالزبط المومنت واجيب W equivalent لوحده طبعا المعادلة بتاع deflection من W equivalent approximate انا لو عندي القصة دي بصمم كبري حقيقي لأ هدخل الموضل دوت و حدي deflection بالزبط لكن احنا عندنا دول وقت بنقول التول زي اللي في ادينا السهلة البسيطة اللي ممكن نوصل بيها فبقول لك ان المومنت دي تول life load جبته بيساوي W L score على 8 هات انت W equivalent بيساوي كام وحط في الكود سهوا يعني او خطأ مدين اللود على طول including dynamic effect مدين life load في roadway including dynamic effect هعمل ايه فيها احنا بنتصرف فيها دلوقتي مبدئيا لحد ما يتم تعديل الكود او تصحيحها في الكود اا بنقول لك تقريبا لو انت حسب M life load z impact في roadway متقدرش تحسب M life load لوحد لان وتحسب من deflection بيساوي كده يبقى احنا وصلنا النهاية في نقطة فاتتني برضو ان انا اكد اقول تلك اعايز اقولها اذا كانت تخانت اي plate اكبر من 40 ملي متر الف yield بتقل والحقيقة ده دايما بيحصل معانا في الفلانج plate يعني هتلاقوا انتو بتصمموا هتلاقي الفلانج طلقالك خمسة سنتي وستة سنتي عادي خلص صح مظبوط بس في الحالة دي لو سمحت وانت بتكمل بعد كده بقى بتكمل الف yield بتساوي 3.6 لا مش 3.6 بتساوي 3.35 ton per centimeter square يبقى في حالة ان تخانة plate تزيد عن 40 ملي متر اذا زادت عن 40 ملي متر يبقى F yield بتقل لو ستيل 37 تبقى 2.15 بدل 2.4 في ستيل 52 تبقى 3.35 ton per centimeter square بدل 3.6 ton per centimeter square هتقول لي وانا بعمل تشك على الفلانج ولا الوب ولا لا الكطاع كله دايما بيحكمني في الكطاع اضعف جزء فيه يعني زي ما جينا في تصنيف الكطاعات compact لو element flange 40 يبقى الكطاع كله خلاص الhyld بالنسبالي هيبقى 3.35 ton per cent twitter square قبلتني مقى في معادلة stress 0.58 F field قبلتني في معادلة shear 0.35 F field قبلتني في برامتر 21 على جزر F field اي حاجة فيها F field